السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعيدة بلقائي معكم مجددا فيديو جديد ووصفة جديدة كنتمنى الأمر ديالكم تكون باخر وعلى خير وتكونوا في أحسن الأحوال أول حاجة كنقول لكم كاملين شكرا لكم بزاف حيثوا ولتوا فيها من اللي غبرت عليكم هاد الأيام وبصراحة راني جاوبت بزاف ديال أخوات وكيجوني بزاف ديال الأسئلة بخصوص الغيبة ديالي الأغلبية كيقولوا ليوش ما زال مريضة فين غبرت علينا فاليوما جيت هكا بهذا الفيديو باش نشكركم ونقول لكم هنا يخطيكم مراني لا باس غير عطت الوقت شي شوية لراسي باش هكا نرتاحها أخواتي ونرجع لكم بواحد القوة واحد العازي من شاء الله اللي غادي نشارك معكم بزاف ديال وصفات بالنسبة لهذا المسلم اللي جيت هكا نقترح عليكم اليوما كنتم صورها من شحال هذي ولكن كيفما تكرت لكم عطت الراسي هكا واحد الوقيت ديال الراحة ما بغيتش ندير المونتاج أو نصور لكم حتى شي وصفة حتى نرتاح ونرجع لكم إن شاء الله بكل قوة اليوما إن شاء الله كيفما كتشوفوا معي غادي نحضر لكم هكا مسيمنات اللي كي يجي مورقين بطريقة لي مبسطة كيتحضر فرام شات عين بدون مجهود وإن شاء الله غادي تشوفوا معي الطريقة اللي غادي نحاول هكا نورق بها العجينة ديال اليوم ديال هذي نسمن طريقة لي بصراحة كي يجي هكا بسرعة كي يجي مورق وكي يجي يرقيق بزاف بلا ما نطلقوا العجينة بليد ديالنا بلا ما نطلقوا عليكم يالله إن شاء الله نتعرفوا إلى المكونات والطريقة ديال تحضر هذي المسمن بسم الله على بركة الله غادي نبدو فتحضر الوصفة ديال المسمن اللي غادي نحتاجوا لها كيميا ديال دقيق الفينو مع كيميا ديال الدقيق الأبيض أنا استعمت هكا الدقيق الخاص بالحلويات بالنسبة لي عبرت هكا بل كاس ديالعنباء ممكن تعبره بزلافة أو لديرو القياس لي انتم ما بغيتو بالنسبة لأخوات اللي بغوا يديرون نفس الكيميا ديال الدقيق القمح يديروها نفسه ديال الدقيق ديال فينو فتقدروا إديروه بالنسبة لي أنا فاديرت هكا أربعة ديال كؤوس ديال دقيق الأبيض مع جوج ديال كؤوس عمرين ديال الدقيق ديال فينو لنضيف الخاميره في المسمن ولكن بعد المرات كنحاولها كنديرها كغير واحدة راس معلقة ودرت ملعقة صغيرة غير ممتلئة دين الملح من بعد كنخلط الكل كيف ما كتلاحظو معي وغادي نبدا هنا كنضيف الماء بنسبها كالماء فانا درتها كالماء من صنبور من الروبيني ماشي دفيتو كنبقى كنضيف شوية بشوية وانا كنجمع العجين كيف ما غادي تشوفو معي بالنسبة للعجينة ديال المسمن فضروري هاكا ما تديروها شقا صحا بزاف وماشي تاني مرخوفة كيف ما غادي تشوفو معي ان شاء الله القوام ديال العجين بعد مجمعتها فكتكون بهذا الشكل كيف ما كتشوفو بعد مجمعة العجينة فاكيد غادي ندلكها مزيان كيف ما غادي تلاحظو فباش ينجح لكم المسمن ديالكم او الا الملوي فضروري هاكا تديرو لاجينة ديالكم حتى كتحسو بها هاكا كترتق في اليد ديالكم بالنسبة للاخوات اللي كي ديرو العجينة وكي حسو بها ناشفة بزاف فكتبدو باضافة الماء الدافئ او الا الماء هادي من الصنبور على حسب انتو ما باش عجنتو فاالا كان عندكم الجو بارد فاكيد غادي تعجنو هاكا اللاجينة ديال ملوي ديالكم بالمالي كي يكون دافي واحد شوية صافي كتبدو تزيدو هاكا المادة في شوية بشوية انتو ما كدلكو العجين من طبيعة الحال حتى كتولي عندكم واحد لاجينة اللي كتكون هاكا مدلو كم زيان وارطبة في نفس الوقت هناك كيف ما كتلاحظوا معايا بعد ما كملت هاكا اللاجينة فا عندكم بزاف ديال الاختيار تقدرو هاكا تكوروا العجين ديالكم كيف ما غادي تشوفونا غادي ندير وتحتفظوا بها هاكا في الجم تخليوها ترتاح شوية او لك تخليو العجينة ديالكم هاكا كتكون هاكا ما كتقسموهاش وكتخليوها من طبيعة الحال حتى كترتاح واحد شوية عاد كتدوزو مباشرة باش تكوروها بالنسبة لي كندير ها الطريقة كتجيني سهلة باشا كنطلق العجينة فا كيف ما كتشوفو معايا الملمس ديال العجين را ها مدلو كم زيان قسمت العجينة على ثلاثة ديال كويرز للحجن ديالهم كبير كيف ما كتشوفو ومن طبيعة الحال كله واحدة كتقسم العجينة ديالها على حسب الكيمياء ديال دقيق اللي انتم عجنتو هنايا غادي نغطيها كيف ما غادي تشوفو معايا بالبلاستيك ونخليها ترتاح ماشي بزاف حتى وضعنا فيها الخميرة ديال الخبز غادي نخليها تقريبا واحد خمسة دقيق ونرجع معاكم سوف هنايا من بعد كان وجدت هاكا المكونات باشا غادي نورق ان شاء الله هاد المسمن عندي هنايا شوية ديال الدقيق ديال فينو كيمياء ديال السيت وهنايا دوبت الزبدة بنسبة لي انا استعملت هاكا الزبدة ديال العلب ممكن تستعملوا اي زبدة انتم ممتوفر عندكم دوبتها من طبيب الحال وضفت ليها واحد الكيمياء قليلة ديال الزبدة باش هاكا ما تقصحش لي الزبدة وزيت عليها نص ديال الخميرة احمرة الوزن ديالها 8 كرم درت غير نصف ديالها يعني 4 كرم اللي درت في هذا الوصفة ونسيت ما اذكرت لكم بالنسبة لبنات اللي بغوا يديروا هاكا الخميرة ديال الخبز اولا الخميرة ديال الحلوية تعفون تديروها هاكا في العجينة فتقدروها كتعجنوها وما تضفوهاش مع الزبدة عندكم كامل اختيار ولكن من اللي كتضفوه على الزبدة فكتخلي لكم الملوي او اللي المسمن كيجي هاكا مورق كتار طف هناك كان دهن سطح العمل بشوية ديال الزيت كيف ما تقلت لكم ما غديش نستعمل ايديا بنسبة هاكا التوراق ديال هاد المسمن طريقة ليسهلة يا اخواتي بزف وخاناي بنسبة لهاد اللولا فاجتني شوية صعيبة حيث كترت لها هاكا واحد الكيمياء ديال الزيت باش دهنتها حاول الدهن غير بكيمياء قليلة سطح العمل وبنسبة الفوق ديال العجين حتى تطلقوها عاد دهنوها من طبيعة الحل بشوية ديال الزيت وديرو ليها الزبدة فغادي تشوفوا معاي بنسبة هاكا الكورة التانية من اللي غدي انطلقها فغادي تطلق ليها بكل سهولة وحاولوا هاكا تخدموا العجينة ديالكم فوق سطح العمل لي كيكون هاكا كبير يا اما كديرو هاكا الطاولة اللي كتاكلو عليها او لا كديرو سطح العمل لي كتخدمو عليه بالنسبة لي انا خدمت في ها الطاولة ودرت هاكا الكويرات على حسب هاكا الحجم ديال هاد طاولة اللي غدي تكفيني من طبيعة الحل صافي بعد ما ورقتها شوفوا معاي اخواتي كتكون هاكا العجينة ديالنا شفافة وكيف ما جيتوا معاي كتتتتتلق لنا بكل سهولة فمحتاج هيتش بزاف ديال الوقت باش هاكا نتلقها بطلق فالا جيتو هاكا تتلقوها بيديكم فاكيد غتي تاخد لكم واحد شوية ديال الوقت بصراحة طريقة ديال بطلق كتتتجي رائع وشوفوا معاي هادوكل شنو غنقول لكم هادوكلوا بوايقات اللي كينين هاكا في العجين فهاكا تعرفوا بان المسمن ديالكم الملوي غتي نجح معكم صافي بعد ما ورقتها رقيقة فغتي ناخد هنا اياداك الخالط ديال الزوم دا مع الزيت واللي فيهو معاكا الخميرة ديال الحلويات وكنحاول هاكا ندير واحد الكيميا كانحاول ندهن مزيان سطح هاد العجين فحاولوا هاكا الدهن وكل شي ما تخلوا حتى بلصها كما مدهوناش صافي وكان نرش بشوية ديال الدقيق ديال فينو بالنسبة الاخوات اللي كيرشوا بسميدة فاتقدروا تديروها فبالنسبة ليا انا راني مجربة سميدة رقيقة ومجربة هاكا الدقيق ديال فينو ولا هاكا الدقيق ديال فينو ولا هو المعتمد عندي فبصراحة كيسهل عليها هاكا توراق ديال هاد المسمن وكيجي هاكا زويل بزاف المدق ديالو حسن من سميدة صافي من بعد كان بدك نطوي هاكا على حسب انتوما الحجم ديال الملويل او المسمن اللي انتوما بغيتو تديرو بالنسبة ليا انا فغادي نخدمها كمسي مناتلي الحجم ديالهم الصغير وغادي نوريكم بالنسبة للمسمن كبير غادي غادي ديرو هاكا الطويات ديالكم كيكونوا عراضي مزاف وعلى حسب انتوما قدش هاكا كفاتكم من طبيعي الحال العجينة كتبداوا كالطويب فبالنسبة لي انا تقريبا شيستة ديال ديال الدورات هاكا اللي درت بالنسبة لهاد العجينة الليولا كيف ما غادي تشوفوا معي هاكا كالطويب حاولوا ما تصيروش كيف ما غادي تلاحظو معي كندير صافوا هاد العجينة اللي بقات ليا كنحاولها كان مددها غير بدي يشوفوا معي كيفاش كنتمددت ليا بكل سهولة حيث العجينة مدلوكا مزياد بالنسبة للمبنات اللي ما بغوش يديرو من طبيعة الحال الخميرة ديال الخبز فتقدروها كتحتفضوا بهاد العجينة مدة طويلة ما كيوقع ليا حتى شي حاجة فقط شكلوا منها ككويرات دهنوا شي طاصة ديالكم ديال الزاج او لديال بلاستيك دهنوها مزيان بالزيت ووضعو هادوك الكويرات وعودوها كدهنوهم بالزيت بشاكة ما كيلتسقوش من بعضياتهم وكتغطيوا الطاصة ديالكم وكتوضعوها فقط في تلاجرها ما كيوقع لالعجينة ديالكم حتى شي حاجة وقت ما بغيتو تحضروا مسمن ديالكم او للملوي فكتجبدوها وكتورقوها كتورق لكم كل سهولة صافينا ايه بالنسبة لعجينة التانية كيف ما قديتشوفو معايا فهنا ايه بالنسبة لده كتوق اللي يقدر ليه في الوسط غير ديال العجينة اللي جيتها كنكورها ما قديتهاش مزيان من الاسفل صافي وكنتلقها شوفو معايا كيفاش كتلق ليا بكل سهولة حتى هاد المرة ما كترتش لها الزيت وما كتقطع لكم متاشي حاجة كيف ما كتشوفو معايا كتجيكم سهلة وفي نفس الوقت كيبليكم كيف ما كتشوفو معايا سطح العمل فانتمنى الطريقة تفيدكم بزاف خصوصا هاكا الاخوات اللي كيعجبوهم هاكا المسمن او اللي الملوي وكيبغيوها كيحضروا كيميا اللي هي كتيرة ولكن كتاخد لهم بزاف ديال الوقت فتقريبا انا نصف ساعة حضرت فيها هاد المسمن بطيب ديالو بكل شي صافيناي كيف ما كتشوفو معايا من بعد ما كناخد هاكا العجينة كنورقها كناخد كيميا ديال الزوغدة كندهن مزيان العجينة من الفوق صافي من بعد كننرجش بشوية ديال الدقيق ديال الفينو بالنسبة لدقيق الفينو ما تكترواش منو بزاف باشا كما كيجيكمش نسمن ديالكم ناشف صافي وكان بده هاكا كنطويب هاد طريقة اللي كتلاحظو معايا فالطريقة رهية موضحة في الفيديو كيف ما كتشوفو وبالنسبة للمكونات هاد المسمن ان شاء الله غادي تلقاوها مكتوبة في صندوق الوصف وفي اول تعليق اسفل هاد الفيديو وكان وعدكم غادي نحضر لكم بزاف ديال الوصفات ان شاء الله الى طوال العمر غيرتنا ومني هاكا فيديوهات ان شاء الله كل يوم وكيف ما اتكرت لكم غايا سمحوا لي حيث اغبرت عليكم ولكن حاولت هاكا باش نرتاح صافي كان بدك اللف وانا كان جبد العجين الى بنت لي هاكا بلاصة مرقيقاش كان نمدد هاكا العجينة كيف ما كتشوفو معايا كتتطلق بكل سهولة وكان بدك ان طوي كيف ما كتشوفو معايا كتتسليلي هاكا العجين صافي غادي نستمر بنفس الطريقة غادي يمشي للكورة الثالثة ما صورتاش لكم بنسبة الكورة الثالثة مليجيت هاكا باش نلف هاد اللفات ندرتهم عراضين ماشي كبارين اخواتي صافي من بعد اخواتي مساليد الكيميا اللي عندي فكناخد هاكا اول وحدة كيف ما كتشوفو معايا كتترخف معانا بعدما هاكا نساليو الكيميا اللي عندنا كالقاو اللولة هاكا الترخفات وكتجينها سهلة باش اننا نقطعوها وننحاولو هاكا نقرسوش شوية هاد النسم من دينا صافي من بعد كناخد هادا شاريت وكنحاول هاكا نقسموه فقط باللموس كيف ما كتشوفو معايا تقدروا تديروا القطعة ديالبيتزا ولا اي حاجة كتقطعو بها وكنقطعها كعلى حسبك الحجم ديال مسيمنات اللي انا بغيت فكيف ما اذكرت لكم بالنسبة لي ادرت هاكا مسيمنات الحجم ديالهم صغير كيف ما كتشوفو وكيجي هاكا مورق من الجوانب كيجي باي سافي غادي نستمر بحالك وغادي نحاول هاكا نقطع العاجينة الثانية اللي احتهي الفيتها بنفس الطريقة ففي هذا اللوقيتها اللي كنت كنقطع هادا المسيمنات فمن طبعه الحل نضرت المقلة التقيلة اللي كنطيبو فيها هاكا الخبز درت هاكا باش تتخليه مزيان صافي وكندوز هنا يا كنحاول هاكا نورق المسيمنات فحاولوا ما تديروهم مش رقاقين بزاف وما شي تاني تخليوهم غلاطين كيف ما غادي تلاحظوا معي وكيف ما اذكرت لكم بنسبة للحجم ديال المسيمنات ومالي كتحكموا فيه بغيتو هيجيكم كبر من هاكا فاكيد اخواتي كتديرو هاديك الطوية اللي درت معاكم في اللول كتديروها عريضة ومن اللي كتجيو هاكا كتقطعو فاكيد كتقطعو هاكا العاجينة ديالكم بالسيكين وكتديروها حتى هي على حسب هاكا العرض اللي انتي وما درتو كتقطعوه حتى بالنسبة للطول صافي كنحاول هاكا نورق خمسة ديال المسيمنات هما اللي غادي يكفيوني ان شاء الله بالنسبة هاكا المقيلة اللي عندي وكله وحده اللي حسب هاكا الحجم ديال المقيلة اللي عندكم هنا هي بعد ما سخنت فا غادي نحاول هاكا ندهنها فقط بالقليل من الزيت صافي وغادي نوضع هاكا المسيمنات كيف ما كتشوفوا معي لابنت ليها هاكا شي بلصة اللي غلضة فاكا نحاول هاكا نورقها وبالنسبة للعافية هنا يا راني ديرها عافية اللي كتكون هاكا مهيلة في اللول كيف ما كتشوفوا معي من اللي كنوضع هاكا المسيمنات ما كنخليهم شاء اخواتي حتى كي طيبوا كامل ويتحمروا ليها بزاف فاكا نقلبهم مباشرة فاكا تشوفوا معي فهادي غير بالنسبة هاكا الطياب اللول بالنسبة لي هنا يراها كانت المقلة سخونة ليها بزاف اما انتم مملي غادي جيو هاكا تقلبوهم كتخلوهم غير واحد شوية وكتقلبوهم فكتلقوهم مازال ما تتحمروش لكم وكيف كتعرفوا بالنسبة لطياب دي المسيمنات فكل مرة كتبدا وتقلبوه ما تخلوش تيتحمر لكم من واحد جيهة عديروه من جيهة الخرى باش هاكا اخواتي كي يجيكم طيب من كي يجيكم هاكا طيب من الاسفل من الوسط عفوا سوف نستمر بحالة كاخواتي كيف ما كتشوفوا معي ما عرفتوش باي الليكم اولا لا را كي يجي هاكا المسمن ديالنا كي يجي مورق او كي تنفخلينه من طبيعة الحل وبصرحة را كتحضرو كيميا اللي هي كتيرا في وقت اللي هو قياسي كيف ما اتكرت لكم محتاجيتش بزاف ديال الوقت باشا كنحضر هاد نسيمنات معاكم سوف نستمر بنفس طريقة دائما كنحيد كيميا بكيميا كندهن دائما نقلب شوية ديال الزيت وكان وضع هاكا المسيمنات ديالي على نار اللي كتكون هاكا مهيلة في الأول من اللي كان بدا هاكا نقلبهم كان نرجع نار اللي كتكون هاكا متوسطة ماشي مجهده باش هاكا ما يتخطفوش لكم في الطيام سوف نستمر بنفس طريقة كيف نماشيتوا معايا هنيرا قلبتهم ما زال ما تتحمروش وكل مرة كان بدا نقلبهم على الجهة الاخرى كيف ما كتشوفوا معايا هالطريقة اه كدخلي نسمع ديالكم كي يطيب لكم الدخل وكي يجي من طبيعة الحال مورق كيف ما كتلاحظوا معايا سوف نستمر بحلاكة حتى نكمل هاكا الكيميا اللي عندي ديال هاكا المسيمنات اللي درتهم هاكا بحجم اللي هو صغر وغاتي ندوز باش نطيب من طبيعة الحال المسمن اللي درته بحجم اللي هو عائلي او اللي حجم اللي هو كبير فاسمحوا لي انا يمشى لي هاكا واحد المقطع اللي درت فيه من طبيعة الحال دي كتلاجينة عريضة فانتم ما حاولوها كتعرضوها كيف ما كتشوفوا معايا وقطعت كيف ما كتشوفوا هاد مسيمنات يكون هاكا الحجم ديال هاكا كبير بغيتوه كبير على هاكا فتقدروها كديروه من طبيعة الحال كتشوفوا معايا هاكا يخليتو عريض فعدي ما زال ما ورقتهاش او لا ما زال ما مقرستهاش صافيو حتى هو غدي نطيبه بنفس طريقة كما كتشوفوا معايا هاكا غير جوج بجوج وشوفوا معايا كيفاش كي يجي هاكا منتافخ حاولت هاكا نقرب لكم حيات ملكا تجي هاكا الكاميرا شوية بعيدة ما كيبنش لكم هاكا بانهو فين تافخ ليه وانا بغيتو تعطوه هاكا واحد مداق اللي خطير بزاف بالنسبة لما نديركم حاولو تزيدو في هاكا واحد ملعقة كبيرة ديال حليب المجفف الحليب فدرة فكيجي المداق ديالو زوين بزاف وكان بزاف الاخوات اللي كي ديروه من طبيعة الحال حتى بالنسبة الفانيلا انا بالنسبة ليك انا اخدم فقط بهاد المكونات اللي درت معاكم اليوم صافينا ايه كيف ما كتشوفو معايا بالنسبة للمسيمينت ديالي بعد مساليتهم فهذا والشكل ديالهم كيجيوا محمرين مورقين خفافين بزاف وكيجيوا لداد من طبيعة الحال بالنسبة الكيميالي خرجت ليه فانا اخدمت هاكا هاد المسيمينت هاكا اللي صغارين فتقريبا خرجت ليه اثنين وعشرين حبه من هاد المسيمينت صغر وبالنسبة للحجم دياله كبير فتقريبا خرجت ليه واحد انت ديال الحبات ديال مسيمينت حاولت هاكا نحطوهم فيديا باش تشوفو معايا قدج الحجم ديالهم وكيجيو شهو من هم بالنسبة هاكا الاخوات اللي كيخدمو هاكا لكمونت وكيبغيو هاكا يصوب ووصفات اللي كيكونو هاكا فردية ومنطبع تلحال كيكون الحجم ديالهم صغور فان شاء الله ها الطريقة غدي تعتمدوها وغدي تجيوكم سهلة في طلبية ما غديشتاخد لكم بزاف ديال الوقت كيف تشوفو معايا كيجو بزاف ديال الطبقة فاسمحوا لي هاكا محليت لكم حيث بنسبة هاكا فقط الوحد طلبية تكشي لاشا اخواتي ما قطعتش معاكم وكيف تشوفو معايا بالنسبة لها ديال الحجم دياله كبير فاحتا هو شوفوا معايا ملي كان طوي كيبقى هاكا خفيف بزاف كانت من الوصفة دياليوما اخواتي اولا الفيديو دياليوماين الاعجاب ديالكم ما تنسونيش اخواتتي من لايكاتكم شاركوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء وكان اعتذر لكم مراخر على الغياب ديالي كان شكركم كاملين على المشاهدة ديالكم نتلقوا في فيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته